مرحبا أحداث وتطورات كتير صارت هذا الأسبوع على الساحة الفنية رح نشوفها أنا وياكم سوا بحلقتنا لليوم خلونا نبلش بأول خبر أصدرت النيابة العام المصرية قرار بحبس المنتج المصري محمد وزيري أربعة يام على زمة التحقيق بسبب القضية اللي رفعته عليها الفنانة اللبنانية هيفا وهبة لاتهمته فيها بالاستلاء على أموالها وإجا رد الفنانة هيفا وهبة بعد هيدا القرار عبر خاصية تستوري على انستجرام وكاتبت الحمد الله وبيجي هيدا الشي بعد يوم واحد من حصول الفنانة اللبنانية هيفا وهبة على مستحقاتها المادية من فيلم الأخير أشباح أوروبا اللي هو من إنتاج مدير أعمالها السابق محمد وزيري وهيدا الشي بعد جلسة أقاموها مع نقيب المهنة التمثيلية أشرف زكي علق السوبرستار رغب علامة على زيارة وزير الخارجي الفرنسي جون إيف لودوريون للبنان اللي طالب فيها الزعمة والسياسيين بإيقاف الفساد وإيقامة الإصلاحات وكتب على حسابه الخاص على تويتر سؤال محيرني ماذا يشعر الزعماء والسياسيون عندما يأتي رجل دبلوماسي فرنسي من الطراز الأول لمساعدة لبنان بعدما دمروه وأفقروا شعبه ولم يرف لهم جفن ويقول لهم أوقفوا الفساد لكي نساعدكم يعني أيها الفاسدون نعرفكم وختم أيها الصارقون أوقفوا الصارقات يعني يا مجرمون كفاء جرام ألا يخجلوا؟ نقل نشيطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان مرسال خليفة من داخل أحد المستشفيات بأستراليا بعد تعرضوا لوعك صحية نتيجة إنسيدات بشرايين القلب وخضع خليفة لعملية جراحية تكللت بالنجاح وتمنى لقله محبوه شفاء العاجل وطمئن خليفة جمهوره على وضعه الصحة وقال لجريدة النهار عززنا الشرايين التي تضح حبا وفرحا ودما للقلب أعلنت الفنانة إليسا عن عنوان ألبومة الجديدة المرتقب مع شركة روتانا صاحبة راي لرح ينطلق تزامنا مع عيد الأضحى واستغلت إليسا مرور 20 سنة على انطلاقتها الفنية وربطت بين بداياتها وألبومة الجديدة وقالت أول ما صيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات بس اتخطيت كل شي بقوة ولأنه أبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمد الله وضميري مرتاح ليش؟ لأنه بدل ما يكون ضحية قرار تكون صاحبة راي وبسياق متصل بعد صرف 850 موظف من مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن غضبة وكتبت على حسابها الخاصة على تويتر يعيب الشوم على كل سياسة بعده قاعد على كرسته والناس عم ترجع عبيوتها لا شغل ولا مصاري ولا كهرباء ولا ماء شو بدي لكم؟ الله ينتقم منكم واحد واحد وختمت إليسا التغريدي باستخدام هاشتاج لعهد الفاشل كما قاعدت إليسا نشر فيديو لموظف عم يبكي أثناء الوقف الاحتجاجية أمام مستشفى الجامعة الأمريكية وكتبت ما بقى في حكي مع هالوجع بأول تصرح له بعد انفصاله عن الإعلامية كارلا حداد أكد الممثل توني أبو جودة أنه الانفصال صار من 8 شهور وعدم رغبتهم بالإعلان عن الانفصال هو عدم رغبته ورغبة كارلا بالتطرق لمواضيع شخصية خصوصا بالظروف اللي عم يمرق فيها لبنان وأكد توني أبو جودة أنه المصلحة الأولى والأخيرة هي لبنتون اللي ما حست بأي تغيير بعد انفصالهم صراحة أنا ما بحب ينحكى بالموضوع ولا كارلا كانت تحب ينحكى فيه أنه هاي حياتنا الشخصية والوضع منه مؤاتي يعني أنه عندك مئة ألف هم عند العالم غير أنه نطلع نحكي ونخبر واو أنه طلقنا أو شي بس بالنهاية الشغلة بدت نعرف وتوقيت كان يمكن مؤخرا كارلا حبتي تقول تعرفة فيه طريقة يعني مع الوقت قدرنا قدرت تستوعب هالشي بس لأني بعدني معهم بعد ما صوا وبعدني يعني ما اختفت هيدا أهم شي انه مش حدا من الأهل يختفي فجأة هيكي لأن هيدا بتأثر على الولايات طيب اليوم لمين معقول قلبه لتوني أبو جودة يدق؟ يدق للحساب البالبانك عندي هيدا غرامة الأول والأخير فكر فيه بس قوعب فكر فيها أبو المنام انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لملك جمال لبنان فاليريا أبو شقرة من حفل وداع العزوبية اللي أقيم لإله وزهرت أبو شقرة برفقة عدد من الفتيات وعلى رأسها تاج من الظهور ومن المتوقع أنه تدخل فاليريا أبو شقرة القفص الزهبة بمطلع قابل مقبل بعد ما كان المفروض أنه يتم حفل الزفاف بحزيران الماضي ولكن تم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا استكمالا للفيلم الوسائقي رواية الكاملة اللي بيحكي تفاصيل الحادث اللي صارت داخل فيلا الفناني نانسي عجرم حاول فريق العمل والوصول لزوجة القتيل وإقناعها بالإدلاق بتصريحات جديدة خصوصا بعد مرور فترة طويلة عن الحادثة ولكنها رفضت بناءا على طلب من المحامين أما بالمقابل فقبلت عائلة شاب أنها تحكي عن الجديد وأكدوا أنه هني كان صار لهم 8 سنين ما شافوا ابنهم أما عن علاقة فادي الهاشم وابنهم فرجحوا أنه ما يكون فيه هناك أي علاقة على عكس اللي كانوا قايلينه بعد مرور فترة أسيرة من الحادثة لأكدوا فيه أنه ابنهم إجاء على الفيلا ليطالب بحقه وأنه هو على علاقة مع فادي الهاشم وأكدت والدة القتيل أنه هي لو كانت مكان فادي الهاشم كانت دافعت عن عائلته وبيتها بشراسة علاقة الممثل اللبنانية ماجي أبو غصن على فضيحة الدجاج واللحوم الفاسد اللي تم ضبطه داخل منطقة ذكريت بحضور وزير الصحة ووجهت للوزير رسالة على حسابها الخاصة على تويتر حمد حسن معالي الوزير نطرين منك تسمي لنا بالأسماء مين عم يبيعنا جيش فاسد ويقتلنا وأسماء المتاجر يلي عم يتسمم فيها ولادنا حتى ناخد الاحتياط ونطرين كمان عقاب علنة على أجريمتهم ونحن معك أثارت الممثل اللبنانية دانيالا رحمة حيرة جمهورة ومتابعية بعد ما نشرت على خاصيتها ستوري على انستغرام صورة عم تستعرض فيها خاتم الخطوبة داخل حوض لسباحة بلا ما تكشف عن أي تفاصيل أخرى وكانت الممثلة دانيالا رحمة أثارت التكهنات حاول ارتباطها بممثل سوريا بعد إطلالتها الأخيرة مع الإعلامة هشام حداد اللي سألها لأي عم تتعلم اللهجة السورية هلأ أنها عم تعيش قصة حب مع فنان سوريا لا ترد وتقول له ما عندي جواب لا يقطع ويقل له يعني إيه اليوم أنت سنت تعرف أكثر باللهجة السورية لأنه المغرومة فيه اليوم سوريا إيه أو لا بس إيه أو لا ما عندي جواب ما عنديك جواب أوكي رح كف يعني إيه قبضت الفنان اللبنانية نوالي الزغبة استياء من الوضع الاقتصادي والمعيشة اللي عم يمرق فيه لبنان وكتبت على حسابها الخاصة على تويتر حيث حالي عيشي بالعصر الحجرة رجعونا مئات لسنين لورا لبنان يحتضر هيدا كانت كل أخبارنا الفنية لهيدا الأسبوع انترونا الأسبوع الجاي بأخبار وتطورات جديدة عبر موقعنا نيوز جيت باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر